علاج الكلف والنمش باستخدام البطاطس هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة مكونة من مكونين فقط لعلاج الكلف والنمش بكفاءة عالية فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات التي ستساعدكها كثيرا في علاج التجائف في علاج الكلف والنمش بكفاءة عالية فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة فهو البطاطس فالبطاطس جد مفيدة وفعالة لبشرة الوجه فهي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة بكفاءة عالية وأيضا ستساعدك على تبيض البشرة من الاستخدام أو الاستعمال الأول لهذه الوصفة وأيضا البطاطس ستساعدك على إزالة البقع الدكنة وتصبغات آثار حبوب الوجه أو حب الشباب وستحتاجين كمقدار في هذه الوصفة لعلاج الكلف والنمش باستخدام البطاطس ستحتاجين إلى حبة واحدة فقط تقومين بإزالة القشر الخارجي لها ثم تقومين بتقطيعها قطع عشوائية وتضعينها في إناء به ماء ثم تقومين بسلقها وبعد ذلك تقومين بدعكها باستخدام الفرشات وبعد ذلك تصبح جاهزة لاستخدام والاستعمال لعلاج الكلف والنمش أما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو خل التفاح فخل التفاح معروف عليه على أنه له كفاء أعالية هو جد مفيد في علاج الكلف والنمش التي قد تعاني منه السيدة خلال فترة الحمل وأيضا بعد الولادة فهو جد مفيد في إزالة الفطريات وأيضا في إزالة البقعة الداكنة وتصبغات وتوحيد لون البشرة من أول استخدام وكذلك يعمل على تنقية المسامات من أطار من منع الأوساخ وأيضا من الأطربة التي تعد من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو حبوب الوجه وأيضا عدم توحيد لون البشرة وستحتاجين كمقدار من خل التفاح في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من خل التفاح بعد عملية سلق البطاطس المسلوقة ودعكها بالفرشات تقومين بإضافة خل التفاح بمقدار ثلاث معالق كبيرة ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح الوصفة جاهزة لعلاج الكلف والنمش باستخدام مكونين فقط تقومين بتطبيق هذه الوصفة على الوجه بالكامل لعلاج مشكل الكلف والنمش الذي قد تصاب به سيدة خلال فترة الحمل أو بعد الولادة ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لعلاج مشكل الكلف والنمش في أي منطقة من الجسم أي العنق والدراعين كذلك والصدر فهذه المناطق قد يظهر فيها كلف الحمل أيضا يمكنك استخدام هذه الوصفة لعلاج كلف الحمل في أي منطقة من الجسم وأما مرات استخدام هذه الوصفة فيمكنك استخدامها ثلاث مرات في الأسبوع ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لاستخدامات متكررة إلى أن تنتهي الوصفة ويمكنك إعادة تحضير كمية أخرى واحتفاظ بها أيضا في الثلاجة لكي تستخدميها عدة مرات تقومين باستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وتدومين عليها إلى أن تحصل على النتائج المرجوة والمرغوب فيها فهي ستساعدك على علاج الكلف بشكل تدريجي والنمش أيضا وستساعدك على توحيد لون البشرة وإزالة البقع وأيضا ستساعدك على إزالة الخلايا الميتة كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج الكلف والنمش أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علاج الكلف والنمش باستخدام البطاطس هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وأتمنى أن يرقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة مكونة من مكونين فقط لعلاج الكلف والنمش بكفاءة عالية فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك هو تفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات التي ستساعدكها كثيرا في علاج التجائف في علاج الكلف والنمش بكفاءة عالية فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة فهو البطاطس فالبطاطس جد مفيدة وفعالة لبشرة الوجه فهي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة بكفاءة عالية وأيضا ستساعدك على تبييض البشرة من الاستخدام أو الاستعمال الأول لهذه الوصفة وأيضا البطاطس ستساعدك على إزالة البقع الدكنة وتصبغات وآطار حبوب الوجه أو حب الشباب وستحتاجين كمقدار في هذه الوصفة لعلاج الكلف والنمش باستخدام البطاطس ستحتاجين إلى حبة واحدة فقط تقومين بإزالة القشر الخارجي لها ثم تقومين بتقطيعها قطع عشوائية وتضعينها في إناء به ماء ثم تقومين بسلقها وبعد ذلك تقومين بدعكها باستخدام الفرشات وبعد ذلك تصبح جاهزة لاستخدام والاستعمال لعلاج الكلف والنمش أما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو خل التفاح فخل التفاح معروف عليه على أنه له كفاء عالية هو جد مفيد في علاج الكلف والنمش التي قد تعاني منه السيدة خلال فترة الحمل وأيضا بعد الولادة فهو جد مفيد في إزالة الفطريات وأيضا في إزالة البقعة الداكنة وتصبغات وتوحيد لون البشرة من أول استخدام وكذلك يعمل على تنقية المسامات من أطار من مناء الأوساخ وأيضا من الأطربة التي تعد من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو حبوب الوجه وأيضا عدم توحيد لون البشرة وستحتاجينها كمقدار من خل التفاح في هذه الوصفة إلى ثلاث معالق كبيرة من خل التفاح بعد عملية سلق البطاطس المسلوقة ودعكها بالفرشات تقومين بإضافة خل التفاح بمقدار ثلاث معالق كبيرة ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح الوصفة جاهزة لعلاج الكلف والنمش باستخدام مكونين فقط تقومين بتطبيق هذه الوصفة على الوجه بالكامل لعلاج مشكل الكلف والنمش الذي قد تصاب به سيدا خلال فترة الحمل أو بعد الولادة ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لعلاج مشكل الكلف والنمش في أي منطقة من الجسم أي العنق والدراعين كذلك والصدر فهذه المناطق قد يظهر فيها كلف الحمل أيضا يمكنك استخدام هذه الوصفة لعلاج كلف الحمل في أي منطقة من الجسم وأما مرات استخدام هذه الوصفة فيمكنك استخدامها ثلاث مرات في الأسبوع ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لاستخدامات متكررة إلى أن تنتهي الوصفة ويمكنك إعادة تحضير كمية أخرى واحتفاظ بها أيضا في الثلاجة لكي تستخدميها عدة مرات تقومين باستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وتدومين عليها إلى أن تحصل على النتائج المرجوة والمرغوب فيها فهي ستساعدك على علاج الكلف بشكل تدريجي والنمش أيضا وستساعدك على توحيد لون البشرة وإزالة البقع وأيضا ستساعدك على إزالة الخلايا الميتة كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج الكلف والنمش أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراءك واستفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته